قبل كم يوم يا أخوان كنت تابت بث مباشر على المصد التويش فكنت أسولف مع واحد المتابعين بالشات وما كنت مستوعبي يا أخوان الشخص اللي جالس أكلم الآن بيوصلني خبر وفاته بعد كم يوم أهلا يا أخوان مبروك عليكم شهر ولا تتلهم محتوى للشهر هذا خالي من الموسيقى بإذن الله الواحد لحد اشترك وفعل زر التنبيهات ولا تتلهم الموسيقى يا أخوان ما لكم بالطويلة عندي توضيح بسيط جميع الأشخاص المذكرين في هذا المقطع متوفين فتكفوني يا جماعة الخير دعو لهم بالرحمة القصة اللي بذكرها اليوم سالفة صارت لي أمس كنت بصور القصة الأولى واليوم صارت القصة الثانية كيف ما كيف تفهمون بهالمقطع بإذن الله جاهز مفرحاتك وتابع المقطع وإذا أنت صايم ترعاد يعني مو بشرط مفرحاتك القصة اللي بقول لكم ياه الحين ما صار لها كم ساعة صارت لي فلحد الآن أنا يا أخوان أخوض الصدمة عموما في أحد بثوثنا واحد من المتابعين حبي يمزح معي طبعا عشان تفهموني أخوان اللي ما يدري أنا أشجع الهلال والمتابع اللي بقصتنا كان شجع الاتحاد فقال لي كروم قسم من بالله لنجلتكم بالدوري والله يا كروم لن ندعس عليكم والهلال ما عنده سالفة أنا قلت لنشوف المباراة قال لي خلاص الوعد بعد المباراة طبعا الكلام اللي صير بيني وبينها قلت قدم ومزح وبعد كم يوم انتهت المباراة فوز الهلال وإسعود داخل ما تكتب تزمر إسعود بار الكرة يا ريلا أخي فأنا حفظت حساب المتابع هذا ودخلت عليه بالخاص قلت لألقم يا هبيبي فيزنا عليكم ورد علي وقال وعدنا بالمباراة الجاية طبعا الميدري الهلال والاتحاد رح يتوجههم بثلاث مباريات خلال أسبوعين فالمباراة الأولى انتهت باقي المباراة الثانية والمباراة الثانية فيزنا عليهم ورح تنفت تحت بيث ودخل عندي نفسا متابع وقلت لألقم قال لي طيب كالرنبة تحداك تحد قلت له وش التحدي سم قال لي المباراة الثالثة إياب نهائي كأس آسيا الاتحاد بيفوس تعال الجوهر بنجلدكم جلد قلت تمام ما في مشكلة وقبل المباراة بيوم واحد يكلمني واحد من أخويهاي خاص قال تعرف الشخص الفلاني قلتي واحد من المتابعين دايما يتخل بثوثنا قال لي توفى أول ما قال لي توفى يا أخوان أنا على الطول بشكل مباشر قلت لأ كيف وش دراك لأن الشخص هذا اكتروني يا أخوان وما نعرف معلومات الحقيقية ووراني صورة يا أخوان واحد من أقاربه كاتب أنه متوفى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتقال إلى رحمة الله اليوم صاحب حساب تعواتكم له الله يرحمه واللي سبى أو غلط عليه أو غلط في حقه يسامحه لا هنتم الرجال توفى وخلاص يا جماعة الخير الشخص هذا صغير مو بكبير كان منتظر للمباراة عشان يفوز ويجي تقطقي عليه لكن يا أخوان بالنسبة لي في معجزة بهذه القصة بتشوفونها بعد شوي أخوان طول الوقت وان أفكر الشخص كان منتظر للمباراة والمباراة بكرة كان ألف سؤال يدور ببادي طبعا وانا أخوذ هذي صدمة ترجين رسالة من نفس خوية اللي كلمني بالبداية شاهدوا بكرروم ترى الشخص عنده حساب بالتك توك وينزل فيه قرآن قسما بالله أول ما قالها يا جماعة الخير يا أني فرحت عشان كذا لو تلاحظون وانا أتكلم قبل شوي ما كنت زعلان كنت مبتسم إني فرحان ناثر ما تلقي أحد ينزل القرآن في هذه الفترة يا جماعة الخير طرت من فرحة وعلى طول بشكل مباهر دخلت على حسابة حق القرآن وجلست أقلب بالحساب وأنا مذهول يا أخوان الحمد لله يا رب إننا مات وترك شيء وراه إشان نقدر نسوي شيء حنا فبما أني يا أخوان صالي محتوى ومؤثر ولو تأثير خفيف قلت بحاول أستغل الأرقام اللي عندي والناس اللي تحبني وندعم حسابها الشخص ونشر حسابها أنا الشخص والله أنا ما عرفه إلا صار لي سببه واحد ولا عرف أي شيء عنه لكن المسلم أخو المسلم وما تدرون يا أخوان متى بكرة نموت ونحتاج واحد يدعي لنا وتكفوني يا جماعة الخير فخليلكم رابط حساب الشخص تحت بالوصف انشر قدر المستطاع أنت بتكسب أجر وأنا بكسب أجر وهو بقمر بيكسب أجر في أكذر ظلم كده ما في أكذر كده حسبونا خلصنا يا جماعة الخير لا والله ما خلصنا يا حظ الشخص طبعا زي ما تشوفوني يا أخوان هذا سيرفري بالدسكورد فدخلت على حساب الشخص بشوفه شكان يكتب بالسيرفر عندي قلتي ممكن تتاوش مع الشخص أو شيء من هالقبيل ندخل على الشخص اللي متاوش معه ونحاول نخليه سامحة أو أي شيء من هالقبيل لكن اللي شفته صدمني ورب الكعبة اللي شفته صدمة اللي شفته خلاني أقشر يا جماعة الخير زي ما تشوفوني يا أخوان هنا كاتب حبايبي لا تنسوا نذكر الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا أنت الواحد لأحد سبحانك أني كنت من الظالمين إلا ما لأي أخوان من ذكر وأنا شوف الكلام يا أخوان إيش جسمي قشعر الكلام هذا كتبه تدرون متى ياب الله يتوفى بيومين ياب الله يتوفى بيومين كتبها الكلام وكأنه يدري متى بيموت سبحان الله يا ربي سبحانك الرجال هذا توفى وترك له شيء هل أنت لو اليوم مت بتكون راضي عن نفسك هل بتكون تارك لك شيء نفس الرجال هذا انتبه هذه رسالة من الله لي ولك بما أن اليوم أول أيام رمضان فتراه فرصة ذهبية لك إذا عندك عدات سيئة إذا مقصر بصلاتك وعد نفسك من هالمقطع وحاول تتغير للأفضل بخصوص اللي يسأل سبب الوفاء هذا الكلام وصلني من أخو الشخص المتوفي رحمة الله لي أوكي إخوان السالفة الثانية يا جماعة الخير الشخص اللي باتكلم عنه الآن هو شخص ظلمني وظلم طلاب كثير يا جماعة الخير الشخص اللي باتكلم عنه الآن هو مدير مدرسة بالبداية يا جماعة الخير البثاني متوسط هو كان المدير المدرسة اللي أدرس فيها ففي ثاني متوسط صارت لي سالفة أنا واثنين من أخوياي سالفة جدا تافها يا جماعة الخير كان عندنا يوم مفتوح في المدرسة فأكلمت أخوياي شرايكم قبل أن ندخل المدرسة نروح نفطر بعدين نروح للمدرسة قالوا ليتم خلاص فأول ما وصلنا للمدرسة وقبلنا ندخل للمدرسة طبعا راحنا مشي البوفية قريبة من المدرسة وجلسنا نفطر مبسوطين فجأة دخل علينا رجال الرجال هذا كان مع الصب ويناظرنا وبالذات كان يناظر واحد من أخويتي اللي كانوا مني يناظر كذا يا جماعة الخير حنا خفنا قلنا منه هذا بعدين انتظرنا لنا ان هذا الشخص أبو واحد من أخويتي وتكلمه مع الصب قالوا هذول يا أخويتي اللي تكلمني عنهم سود الله وجهك الحقني وركب السيارة راح خوينا ركب السيارة مع أبو وحر كول المدرسة وحنا يا جماعة الخير كنا مستغربين حنا وش سوينا وكيف أبوه عرف أننا جلسين نفطر هنا عموما أفطرنا وكملنا فطورنا بدون نفس رجعنا للمدرسة ويستقبلنا المدير شطح يضرب خويه كف يجو عندي شطح يضربني كف طبعا يا أخوان كف 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 بكل حيلة أنا وش قلت قلت واحد من أخوياي مسوي له مصيبة استحيل جالس يضربنا عشان نروحنا نفطر عموما أخوان قالي يا الله نقال عصف وهناك انتظرنا أبو عشر دقائي تقريبا بعدين جانا المدير من بعيد ويناظرني ويناظر خويه ويصطر كف ويناظرني ويصطرني كف وكلما يضربنا كف يا أخوان نرجع الناظرة وحنا الناظرة يصطرنا كف ويصارك بصوت عالي لما أضربك ما ترفع رأسك ويناظرات ساعة ويضرب كف 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 ورا كف ورا كف بعدين قال لي أنا وكلمني أنا قال لي يلحقني للغرفة حقتي رحت الغرفة لتلمدير طبعا ما يدري يا جماعة الخيال أنا متخرج من الثناوي بمعدل تراكمي 99 ومن المطاط حى الدنيا تبري المدرسة حياء أو موت فالمشكلة هذه والترتني أنا السفي حقي نظيف ليش يضربني المدير وأنا طبعا كنت حرفيا كده طيب 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 فأنا بس رحت اللبوفية ليش يضربني ليش كل ما أشاهق يصطرني كف طبعا المدير ما قال لي إلا كذا قال لي أنت رح تفطر عشان كية تعاقبت امون يا إخوان لا تحسبون المشكلة هنا المشكلة موب هنا المشكلة يوم تكلّى طبعا يا إخوان المدير جلس يتلفظ علي قال لي كلام والله ماينقال كان يهزئ فيني بطريقة يا إخوان كأني أنا ذا بنا أحد من أهله كان يرمي لي كلام قاسي يعلم أقولكم قاسي 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 ما يتلفظ علي بكلام والله ما ينقل عموما بعد ما خلص من كلامه هذا رجعت الفصل وعد اليوم وصارت لي سوالف من هالنوح كثيرة يا جماعة الخير في مرات أنا ما كون غلطان ولا كون داخل في أي مشكلة لكن كنت تعرض الضرب يا أخوان ترى كان يضربني في وقت ممنوع في هذا الضرب عموما يا جماعة الخير بعد مرور سنتين المدير هذا بلغوا عليه طلاب كثير وانفصل من كونه مدير ورجعوه المدرس فأنا ما كنت الضحية الحالي كانوا في طلاب كثير مرت السنين وجدت سنة عن بعد في أول ثانوي طبعا أنا كنت تدرس في مدرسة متوسط وثانوي المدرسة هذا كان عقدة سنة متوسط للثانوي يوما كنت تدرس عن بعد وكان يدرسنا قرآن في أخوان كان عنده أسلوب مره مبكويس فوحنا نسمع فجأة يجي كده يقول لي أفلان انت تقشاش وابيك تصور لي مقطع وانتقرق قرآن وعيونك مغمضة فعارفيا كثار من الطلاب تعقدوا نفسيين ثار من أخيي فيهم وقد إلي يومكم هذا طبعا يا أخوان عشان كن واضح معكم والكلام ذا قلت هو أن عمر 13 سنة غلط في حقي واجد فكنت أدعي عليه يا أخوان ليل ونهار كنت أدعي عليه مرات حتى أدعي عليه بالموت واستغفر على طولي ووقتي يا أخوان كنت طفل كنت أدعي بحرقة يا أخوان مرت سنين وأنا أدعي طبعا أسحبوا علي أنا من ذلك بالطلاب الثانيين ومرت السنين يا أخوان ونقلت من هذه المدرسة بثالث ثانوي طبعا أدري ما في أحد ينقل بثالث ثانوي لكن كان نقل إجباري لأن المدرسة هذه تغير منهجها فحولوا نص الطلاب إلى مدرسة ثانية وأنا كنت من ضمن الطلاب اللي تم تحويلهم عموما يا أخوان تخرجت من الثانوي ومرت الأيام فجأة يرسلني واحد من أخوياتي يقول لي المدرس فلان الفلاني توفى أول ما أرسللي على طول تذكرت الدعاء اللي كنت أدعي عليه واستغفرت وندمت على كل كلمة قلتها يعني يا أخوان أنا كنت ضحية في السالفة لكن يوم أن وصلني خبر وفاته ندمت على كل كلمة قلتها يا جماعة الخير وفكرت أني أنا ولا شيء من الطلاب الثانين يدعوا عليه والمعلم مات وعمره ما كان كبير يا أخوان كان بالأربعين بالخمسين بالكثير عموما توفى الله يرحمه وصلينا عليه والقصة هذه أعطيتني عبرة وضحت لي أن يا ابن آدم أترك أثر كويس في حياتك ما تدري أنت متى تموت أي شخص تقابل أترك الأثر الطيب في المشاكل النزاعات الخلافات والله ما منها سنعوا رب الكابة المدرس هذا من بعد وفاته أنا أدعي لأدعاين كانت فيه جوانب كثيرة ترومت هذا كان مدرس دين وعيدا عن كونه شديد ترى كان يساعد الطلاب بالدرجات كثير كان ملتزم دينيا الله يرحمه ويرحمه من جميع موتان المسلمين تكفى أترك أثر طيب حافظ على صلاتي ماتذي ماتذي ماتذي